الزميل وصحفي الرياضي رؤوف الجلال يا رؤوف صبعا خير صباح النور أستاذ أحمد ولكل متتبعي الرياضة أكيد نهار جديد بداية سبوع اليوم يعني بالنسبة من ناحية المؤسسات الريدارية وكل القطاعات يعني حقيقة كبداية سبوع إن شاء الله تمنى سعيدة للكل إن شاء الله جيدنا بداخل يا رؤوف تأخرت علينا والله والله يجينا في الوقت النشاط حيوي طيب رؤوف الدوري السداسي إن شاء الله سينطلق يوم 13 سبعة حتى يوم 27 سبعة لمدة تسبوعين في ملعب مصطفى بن جنات بالمونستير عمس شفنا جولة تقريبا لرئيس لجنة المسابقات سيد عادل لوجلي داخل الملعب لمعرفة مدى جاهزيته غير من التفاصيل المتعلقة بهذا طبعا بالنسبة للسابقات سيد أحمد الاتحاد الليبي لكرة القدم هي الآن في طوال تعيين للملعب الثلاثة اللي تم اعتماد عليه بشكل كبير اللي هو ملعب مصطفى بن جنات سوسا وملعب مونستير عفوا وملعب سوسا اللي حيكون حاضر بشكل كبير بالنسبة لدوري السداسي وأيضا أحد ملعب بالنسبة للعاصمة التونسية رادس أو منزة بشكل كبير بالنسبة لإحتضان الدوري السداسي هذا بالنسبة للملعب بشكل أكبر لها حتحتضن الدوري السداسي بالنسبة للملعب تم معاينة أمس ملعب مصطفى بن جنات وتم اطلاع تفاصيل الملعب وأخذ بالاعتبار بالنسبة للملاحظات اللي حتكون بالنسبة لهذا الملعب طبعا هي الميزة ونقوله الحاجات اللي تختلف عن ملعبنا اللي هي ربما كيف ما نشوفه أرضية الملعب العوامل المناخ بالنسبة لهذه الملعب البنية التحتية للملعب وأيضا حتى تقنية الفارب بشكل أكبر اللي هي متوفرة فيها هذه الملعب لإقامة الدوري السداسي هذا بشكل أخص بالنسبة للملعب مصطفى بن جنات وما شفنا سيد هذا الأورشيدي كيف تم رئيسه بسبقات كيف قام بمعاينة الملعب من كل تفاصيله بالنسبة للملعب مصطفى بن جنات تو ما زال يعني حيكون في جولة بالنسبة للملعبين القادمين اللي هما ملعب سوسة وأيضا حتى ملعب رادس أو منزة بشكل كبير اللي هو تم اعتماده السداسي على أغلبه حيكون ملعب الرادس بشكل كبير إذن يعني كل الأمور والعقبات تقريبا صويت لانطلاق هذا الدور هي حتى في حاجة أخرى يعني تو في دور السداسي انطلاق دور السداسي لأن الحكام الليبيين يتلقوا في دورة للفار اللي هي استخدام الفار بالنسبة لتقنية الفار في الدور الليبي الممتاز لأول مرة إقامة هذه الخاصية بالنسبة لخاصية الفار في المباريات الحكام الليبيين الحكام الليبيين يعني حيكونوا مختصين لست حكام وست مساعدين حيكونوا متواجدين خلال هذه أو متواجدين حاليا في هذه الدورة وقيم بيتموا الدورة هذه ممكن نهاية تسبو هذا حييتموا هذه الدورة من ثم البدأ بالنسبة لانطلاق المباريات الدوري السداسي الخلاص أن الفرصة هذه كانت للحكام الليبيين أن يقدروا يدروها هنا بالنسبة في ليبيا يعني دورات في تقنية الفار يعني كيف ما نقوله أن بحضور مدربين وبحضور مختصين مختصين بالشكل هذا أن يدربوهم وتم عملية بالنسبة لتقنية الفار هذه مشكلة حكام أو مشكلة اتحاد كورة يا رأوه هذه مشكلة اتحاد كورة لجنة تحكيم بالأخص الاتحاد الليبي لكورة القدر يعني مفترض أنه هو يعني يعتمد كم ملعب في ليبيا هنا بالأخص أنه هو يعتمد على تقنية الفار ربما أربع ملعب ويقيم عنهم الدوري عادي حتى لو كان بنظام مباراتين في اليوم أو بشكل هذا يعني أو حتى على يومين الدوري أنت تقدر تنظم تقدر تنظم يعني دوري رزنامة في كل أسبوع مثلا ثمان مباريات أنت عندك عشر مباريات تقدر تلعب خمس مباريات على أربع ملاعب ويعني في يومين في كل مجموعة فهذا شيء يعني بالنسبة للاتحاد الليبي لكرة القدم يعني في حاجات ما فيش فيها صعوبات نحن نشوفه من منظور أن هي مش صعبة كذا لكن اتحاد الليبي عند رؤية أخرى عند رؤية أخرى ممكن عند رؤية أخرى ممكن يجد صعوبات في إقامة مبارات لأنه لضعف اللجنة مصابقات اتحاد الليبي كورتقادة ممكن ما عندهش مقدر أنه يقيم هذه المصابقات أو يقدرش يلعب أربع مباريات في وقت واحد بالنسبة لمجموعتين أو ثمان مباريات في يوم كامل في الدور الليبي لكرة القدم صحيح يعني من المصف أن نتحدث عن هذه التقنية المستخدمة منذ مدة في يعني على مستوى العالمي ونحن عرفين أن كاس العالم التي تحتضن قطر في 2022 سيستخدم هذه التقنية بطريقة أكثر تحديثا ودقة حتى مش عارف أنا في تسلل كشف تسلل ثلاثي الأبعاد تقريبا ثلاثي الأبعاد ستكون أكثر دقة جدا بالضبط وأقل وقت ستكون أقل وقت أكثر لأول مرة في كأس العالم ستقام هذه الخاصية وأيضا ثاني مرة ستقام تقنية الفار في كأس العالم بعد ما شكنا في روسيا 2018 وتو 2022 نفس التقنية ولكن بشكل أكثر تطور بشكل أكثر تطور فقل زمن وأكثر دقة كل هذه المزايا ستكون متوفرة خياسا باللي نحن قاعدين فيه ما زلنا نحن نحكو على دورات في الفار وغيرها ما زلنا حتى الفار ما زل ما خاشش في ليبيا وما زل أننا نحن ممكن خاشش في مباراة العالي طرابس بالفا والاتحاد في تقنية الفا الفا تقنية الفار الفار الموز شر البلية مضحك شر البلية مضحك سيد أحمد فهذه للأسف يعني في حتى الفيفا يقدر يساعدك في الشيء هذا بحسب لواء اتحاد الدولي اللي كرت القدم أنه يقدر يقدر يقدم له مساعدات بجلسية بجلسية دعم من ناحية المعدات والتقنيات وبكل شيء سواء تدريبيا سواء المعدات بالنسبة تقنية الفار أنه يقدر يستخدم الفار في ليبيا بشكل أكبر وبشكل واضح نعود للدور السوداسي على مستوى الفرق تجهيسات أو استعدادات هذا كان عندك أخبار والله شفنا الأهل بنغازي حاليا تعاقد مع المدرب فوزي بنزرتي مستانى في تدريباته مساء على ملعب النادي ربما يومين هذينا سيكون في مؤسكر في تونس كيف ما نقول أنه ليس يخشوا في أجواء السوداسي أكثر وأكثر بالنسبة تدريباته يخشوا في مود الملاعب بالنسبة لتونس سمهم لعبين من قبل بالنسبة فريق أهل بنغازي واللعبين الدوليين بالنسبة لفريق الأهلي لكن هما سيكونوا يخشوا في المود ويخشوا في أجواء البطولة بشكل أكثر وأكيد كيف ما نقوله أنه كيف يعرف يتحكم في لعبين من داخل ملعب هو أدرب بالنسبة للملاعب في دور التونسي وأدرب بشكل الفرق فهي صفقة كانت أو اتفاق بالنسبة مع المدرب فوزي بنزرتي يعتبر شيء جيد كان مسار التحدي الواجهي ضيق ولا الرجل يعني تومد على خبرتي السابقة في التعامل وفي تدريب الفرق هو بالنسبة للتعاقد سيد أحمد يعني وقت ضيق جدا يعني ما فيش فرصة لكن هو قبولة في حذ ذاته لتدريب فريق الأهلي هو ربما تحدي وممكن عنده تخطيط يعني بالنسبة لهذه البطولة أتمنى نشوفوا الدور الليبي فيه مفاجآت فيه يعني فيه إثارة فيه شيء يعني نتمنوا هذا فريق الناصر هو الآخر رغم الصعوبات ورغم المشاكل المادية لمر بها ورغم كل شيء ما زال قاد تعلم مستوى الإدارة المشكلة الإدارة للأسف لكن تمر تدريباتها ربما سمعت في اليومين الماضيين أن الفريق لم يتدرب لكن أنت شايف أن هذه الأسمة ممكن أن تؤثر على اللاعبين وعلى أداءهم مستوىهم هذا بشكل كبير لأن المشكلة نمسى الجنب المادي بالنسبة لللاعبين أستاذ أحمد وين وصلت يعني فيه بعض اللاعبين لم يتقاضوا ومرتباتهم إلى الآن بالنسبة لللاعبين فريق النصر لكن أكيد فيه اتفاقات وفيه شيء يعني بعد الدور السلسل التسويات ممكن هيكون في شكل آخر تمنى ذلك لأن فريق النصر الحقيقة يعني موسم هذا إيابا كان إبداع قدم مستويات جميلة ورائعة خلال المباريات الأخيرة شفنا مستوى شفنا سيد شاب الليلي كيف غير في تكتيك الفريق شفنا كيف فريق هذه لعب كورت قدم أفضل وأجمل بالنسبة للمحترفين قدموا إضافة بالنسبة لفريق النصر فهذه الفريق يعني يريد يحافظ على التوازن خلال السوداسي ويكون بشكل بنفس الشكل فريق الاتحاد هو الآخر طبعا المدرب أسام الأحمادي يقوم بتدريبات على قدم وصاق مع أن شفنا المدرب الوحيد المحلي هيقود في دور السوداسي مقابل خمس مدربين توانسة كامونير شبيل مدرب فريق أولومبي سامير شمام مدرب فريق الأخضر طبعا فوزي بنزرتي فتح جبالي مدرب المنتخب وفريق الليلة طرابلس وأيضا بالنسبة لشاب الليلة مدرب فريق النصر خمس مدربين توانسة يكونوا تونسيين عفوا مقابل مدرب محلي شنو قراءاتك وتوقعاتك للدور السوداسي المستويات الفنية للفراق بقراءة ولو أولية في حاجة بس خبرة مثلا الأهل طرابل جدد مع محمد شرارة لعند نهاية يوليو الجاري يموحة 30 يوليو من ثم النظر في عقد اللاعب الأهل طرابل مرشح بقوة للتتواج للدور الليبي الممتاز بما يملكهم من خيارات بالنسبة اللاعبين كلاعبين متمرسين في الدور الليبي كلاعبين كانوا محترفين أبرز محمد المنير محمد طبال اللي كان بشبيبة قبال كيف ما نعرف الكابتان أحمد التربي مدافع المنتخب الوطني وأيضا مجموعة من اللاعبين بدر حسن أني سلته من أنسوش أنه كان في تجربة احترافية نجحة جدا فتح الرباطي في الدور المغربي أيضا بخلاف المحترفين الفقه وأيوب العياد التونسي وأيضا حتى محمد شرارة ومبد الرحمن بوسنين يعني يضم كلهم بالنسبة للعبين المحترفين يعني كانوا أقل ممتاز مزيج بين اللاعبين المتمرسين لهم خبرة في الكرة العربية ومزيج من اللاعبين المحترفين اللي تم تعاقد معهم واللي نعتبرهم كأفضل محترفين في الدور الليبي الممتاز لكرة القدم بما يملك لكن تبقى المفاجآت حاضرة هو المفاجآت حاضرة فريق الاتحاد ربما يمر ببعض الظروف صعبة شوية بالنسبة كعليم مستوى فريق من الصباح وكتحضير الفريق لكن ممكن نشوفه كلام آخر لسيد سام أحمدي خلال السوداسي الأخضر حتى هو الحقيقة اللي ربما الآن قاد يشتغل فيه صمت بالنسبة فريق الأخضر المدرب سامير شمام لكن هو الآخر يعني كيف ما نقوله أنه يقيم في مباريات ودية يستعد بشكل مستمر مكثف في ملعب ابن نادي الأخضر أيضا عندك حتى الفريق الأولمبي الآن كيف طالع من دوري بالنسبة للمباريات الدوري فأكيد جاهز فريق للدوري السوداسي بشكل كبير لخوض هذه المباريات طيب أخيراً طمنا على الحالة الصحية للعب محمد صولة طبعاً أصيب بمرض الملاريا ولكن ما نشعر فيه أخر التطورات هو الحقيقة هو طبعاً أكيد تمنون كل الشفاء محمد صولة الحقيقة لو أصيب بمرض الملاريا في غينيا نسوية للأسف أصدر أحمد هل لو كان بنعتبو على العتاب سيكون من وزارة الصحة من كل عتاب نحنين هذا كله بالله يعني التساؤل هنا وتم مسألة للوزارة الصحة وفيش سابقة نحن فقدنا لاعب يعني مش مستهدين الآن نفقد لعب واحد آخر لعب بقيمة محمد صولة لعب المنتخب الوطني ولعبين كيف ما شفنا اللعب أيمن اللعب المنتخب المصغرة رحمه الله لأكيد شون وضع الصحي والصحي نقوله إن شاء الله مستقر إلى الآن يعني مستقر بحسب ما سمعت أنه في تحسن انتمنوا الشفاء العاجل إن شاء الله يا ربي لأن دهمنا الوقت رؤوف تقريباً في دقيقتين أو ثلاثة هي في حاجة أخر مشاركة هذه المنينة دوريس كرة السلة توقفت والله الظروف العمنية إلى الآن متوقف بالنسبة كاس ليبيا لكرة السلة مفروض نصف النهاية بين الأهلي والاتحاد أهلي منغاز والاتحاد والأهلي طرابلس والناصر تم تأجيل بالنسبة لهذه المباريات بالنسبة بعد الرسالة تمت من مدرية الأمن للاتحاد الليبي لكرة السلة لكن هناك أنا سمعت أنه في اجتماع الصباح ممكن أنه حيتم تغيير القرار وحيكون فيه ربما ربما حيكون فيه بدون حضور الجمهور الأغلب لو كانوا قيمة المباريات محتمل أنها حيتقيم أو تقام غير حضور الجمهور بالنسبة لهذه المباريات الملفت أن لهذه اللعبة لعبة كرة السلة أصبح لها شعبية وواسف هي من زمن سيد أحمد يعني من يعني من بداية الألفينيات حتى من زمن يعني شوفهم في جمهور في متتبعين وعندنا تاريخ كرة السلة الليبية لكن الآن الحقيقة الاتحاد الليبي لكرة القدم يشتغل بشكل صحيح سلة ناجح السلة وليس القدم أستاذ أحمد بالأخص حدث لك الموضوع مش يكونوا في وضوح أكثر ها أنت تبقى تقارن ولا أبو ما فيش وجه مقارن يعني هذا عنده مكانيات وعنده دعم الفيفا وعنده كل شيء ومش قادر يكمل موسم الرياضي ويقيمه في خارج ليبيا هذا بدوم كنيات وعند توا وزارة الرياضة أو لجنة الأولمبية يعني مع تتشولة قرش وينظم رزنامة بالنسبة لمسابقتين الدوري والكاس بشكل ناجح وصل الدوري ببر الأمان بشكل ملفت وأيضا توا قاعد مسابقة الكاس يعني على أبواب الانتهاء يعني إن شاء الله شكرا لك صحب الرياضي والزميل لداعي يا رعوف جيلاني شكرا لك جيلاني آسف أنا موضوع تونس شكرا جزيلا لك شكرا لك مبروك إن شاء الله شكرا لحضورك رعوف شكرا